بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الى جانب اعمال فنية مختارة بلمسات ابداعية وفنية لصاحبة السمو قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاعلى للمرأة واشارت سعادة السيدة هالا الانصار الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة الى ان فكرة المعرض جاءت كمقترح من قبل لجنة الشباب في المجلس الاعلى للمرأة لتنظيم معرض فني رقمي يلقي الضوء على كيفية توظيف الوسائل التقنية الحديثة في مجال الفلون التشكيلية واستكشاف الجوانب الابداعية التي تتيحها التقنيات واعربت الامين العام عن اعتزازها بان يكون ضمن المعرض عدد من اللوحات الفنية لسيدة البحرين الاولى قرينة العاهل المعظم رئيسة المجلس الاعلى للمرأة وقالت ان سموها من اكبر الداعمين للحركة الفنية التي اسسها الرواد من فناني البحرين ومن جانبه اكد المنسق المقيم للامم المتحدة بمملكة البحرين ان تنظيم معرض اثر من شأنه تسليط الضوء على جهود مملكة البحرين في مجالات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين وتتضمن الاعمال الفنية الرقمية المشاركة في المعرض رسائل تركز على دور المرأة البحرينية المؤثر والبارز في البناء الوطني الواقع هذه فرصة طيبة للفنانين الشباب الذين يعملون في فن التكنولوجيا وهذا طبعا الفن الحديث جديد والتكنولوجيا مالتها جديدة والتقنية جديدة فانا سعيد ان اشوف الكم الهائل من هذه الاعمال والمستوى طيب جدا اشتركوا في القناة